اشتركوا في القناة في هذا الجزء الذي هو الجزء الاول من درس الجذور المربعة سيكون عبارة عن ملخص شامل للدرس مرفوقا ببعض الامتلاء للتوضيح فاولا سنرى تعريف الجذر او لا تعريف جذر مربع عدد موجب ثانيا خاصية الجذور المربعة الفقرة الثالثة حدف الجذر مربع من المقام ثم حل المعادلة من نوع XS2 يساوي A وأشير هنا بأن هذا الدرس هو من أهم دروس هذا الموسم كما أشير بأن الجزء الثاني إن شاء الله سنخصصه لتمارين كتاب المحيط في الرياضيات فمرحبا بكم مرة أخرى وعلى بركة الله إذن قبل تقديم تعريف الجذر المربع لعدد موجب فأقترح عليكم الإجابة عن هذه الأسئلة فهنا العدد نحدد أو السؤال هو حدد العدد الموجب X في كل حالة الحدد X هنا هو عدد موجب مربعه 4 ما هو العدد الذي مربعه 4 يعني S2 يساوي 4 يعني نضربه في نفسه يساوي 4 ما هو هذا العدد؟ يعني ماذا؟ يعني أن X يساوي كم؟ إذن هنا فمثال بسيط جدا X يساوي 2 لأن 2 والس 2 سنحصل على 4 X والس 2 يساوي 25 نفس الشيء فهو مثال بسيط إذن ماذا يعني X والس 2 25 و X عدد موجب؟ يعني أن X هو العدد 5 لأن 5 والس 2 تضغطينا 25 بالنسبة المثال الموالي X س 2 تساوي 49 على 81 إذن لاحظوا معي فهنا كذلك فالعدد بسيط فهو 7 على 9 إذن إذا قمنا بحساب 7 على 9 سنحصل على 49 على 81 الآن نمر إلى السؤال الرابع لاحظوا معي X س 2 يساوي 5 ما هو العدد؟ الموجب الذي مربعه 5 يعني نضربه في نفسه نحصله على 5 أعتقد بأن هناك وهذا خطأ شائع بالنسبة للتلاميذ هناك من سيقول بأن العدد هو 2.5 الجواب خاطئ لماذا؟ لأن 2.5 X 2 لن تعطينا 5 ولكن ستعطينا 6.25 إذن الجواب خاطئ ما هو هذا العدد؟ إذن إذا حولنا طبعا لحال أن نجد عدد أتياد كما هذا الأعداد يعني الأعداد هذه الأعداد التي نعلم جميعا الأعداد الجدرية مثلا 2.5 7.9 للآخرين فلا يمكن أن نجد عددا مضبوطا ولكن الجواب سيكون من خلال المثال أو النشاط التالي إذن يبقى السؤال دائما هو هل يوجد عدد طبعا مربعه يسوي 5 عدد موجب أقول مربعه يسوي 5 إذن لاحظوا معي هذا النشاط لاحظ الشكل ثم حسوب X إذن الشكل هو عبارة عن متلت قائم الزاوية في A ثم الضرع B يسوي 1 و S يسوي 2 ثم B يسوي 2 عدد X هنا يعني المجهول هنا هو طول الضلع بس نريد حساب طول هذا الضلع الذي هو نسميناه X إذن كيف يمكن حساب طول هذا الضلع اللي هو X لذلك هنا سنقول بأنه لدينا متلت قائم الزاوية إذن هنا سنقوم بتطبيق مبرهنة فيتا غورس إذن نقول بأن المتلت قائم الزاوية في A حسب مبرهنة فيتا غورس المباشرة لذلك لدينا بس يسوي A C 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 هذه العلاقة تكون دائما محققة في متلات قائم الزاوية وهذه تسمى مبارهنة فيتاغورس إذن بسي أس 2 إذن نعوض أس 2 إذن 2 أس 2 1 أس 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5 إذن ما دعني بسي أصلا هو إكس لحظوا معي إذن إكس أس 2 يساوي 5 إذن هذا يجل على أن هناك عدد فعلا مربعه يساوي 5 إذن هنا في هذا المثال مثلا إذن هذا العدد هو طول هذا هذا يعني الضلع الذي يسمى واتر المثلات القائم الزاوية إذن إذا قمنا بقياس طول هذا الضلع إذن أدعوكم للقيام بقياس طول هذا الضلع ستجد هنا تقريبا إكس يساوي إثنان فاصلة إثنان قريبا هذه كقيمة مثلا مقرمة لكن بالضبط فقيمته بالضبط يعني غير غير مضبوطة يعني القيمة يعني مضبوطة لا توجد إذن هنا ماذا نفعل نقوم باستعمال الرمز هنا ندخل الرمز جديد في الرياضيات نقول بأن إكس يساوي جدر خمسة وهذا العدد جدر خمسة الذي يجب أن نعلمه حول هذا العدد هو أن هذا العدد جدر خمسة مربعه يساوي خمسة ثم بالنسبة القيمة مقربة إذن لاحظوا معي سنقوم بحساب يعني القيمة قيمة جدر خمسة باستعمال على الحسيب هناك يعني وحد الزر هو هذا جدر هو هذا الجدر لدينا خمسة ثم جدر لاحظوا معي قيمة قيمة العدد جدر خمسة لكن ليس هو عدد عشري لأن هنا الأرقام التي تشد يعني بعد الفاصلة فهي غير يعني محدودة يعني هناك أرقام أخرى يعني لا تسمح يعني قدرة الأل الحسيبة كالتعلمون بأن الأل الحسيبة قدرتها فهي محدودة إذن هنا تكتفي أو لا نكتفي هنا بقراءة هذه الأرقام ونأخذ مثلا قيمة مقربة 2.2 2.23 2.236 إلى آخره ولكن يجب أن نكون حاديرين بأن هذا العدد جدر خمسة فالقيمة المضبوطة ليست هي هذه هناك أرقام أخرى بعد الفاصلة بل أكتر من هذا فهذا العدد فهو نقول بأنه عدد لا جدري فهو عدد لا جدري فهو ليس عدد عشري وليس عدد جدري لا يمكن كتابته على شكل أعلى به هذا هذا جدر الخمسة فهو عدد لا جدري ما يمكن تكتب على شكل خارج عدد جدري ونقول بأنه عدد حقيقي إذن من الآن فصائدا فالعدد أو الأعداد الحقيقية إذن هنا هي أعداد إما أن تكون جدري وإما أن تكون لا جدري إذن فكل عدد لا جدري فهو عدد حقيقي وكل عدد جدري فهو كذلك عدد حقيقي إذن الأعداد الحقيقية تضم الأعداد الجدرية والأعداد اللا جدرية إذن من ضم الأعداد اللا جدرية هو جدر الخمسة ونكتفي بالقول أنه عدد حقيقي إذن الآن نمر إلى التعريف إذن بنسبة للتعريف هو هذا إذن ليكون أعداد جدري مجب لدينا أعداد مجب إذن التعريف يقول بأنه يوجد عدد حقيقي مجب إكس بحيث إكس إثنان يساوي أ ويسمى الجدر المربع للعدد أ ونرى مزلله بجدر إذن ذلك العدد إكس الذي مربعه أ يسمى جدر أ إكس إثنان يساوي أ وإكس عدد مجب من طبيعي العال فهذا يعني أن إكس يساوي جدر أ نقرأ جدر أ أنت لا لاحظوا معي نريد حساب جدر سبعة والستنان ماذا نعلم عن جدر سبعة جدر سبعة هو واحد الأعداد مربعه يساوي سبعة إذن جدر سبعة والستنان يساوي سبعة ما هو جدر إثنان هو عدد مربعه يساوي إثنان إذن جدر مربع إثنان والستنان تساوي إثنان لاحظوا معي هنا جدر تسعة وأربعون ما هو جدر تسعة جدر 49 هو عدد مربعه 49 ما هو عدد العدد؟ هو العدد 7 نفهم؟ هو العدد 7 ما هو جدر 4؟ جدر 4 هو عدد مربعه هو 4 إذن هو ماذا؟ هو 2 العدد الذي مربعه 4 يسوي 2 إذن جدر 4 يسوي 2 إذن هنا كملاحظة ضحظوا معي جدر 49 49 كتلاحظوا بأن جدر 49 هي ماذا؟ 49 هي 67 إذن بحيث لديناها كجدر 7.62 ضحظوا؟ جدر 7.62 كتلاحظت لدينا 7 هنا كذلك ما هي 4؟ هي 62 إذن عندنا جدر 4.62 4 هي 62 إذن جدر 62 هي ماذا؟ هي 2 إذن ستلاحظون بأن هنا لاحظوا في هذه الكتابات هنا لدينا جدر 67 جدر 67 هنا أس 2 داخل جدر لاحظوا داخل جدر وهنا أس 2 هنا أس 2 خارج الجدر إذن هذه علاقة مهمة جدا يجب الانتباه إليها لاحظوا هنا إذا كان أعداء الجدر موجب فلاحظوا جدر جدر أس 2 هل يمكن أن تخيل أن أس 2؟ جدر tota جدر أس 2 أس 2 أس 2 أس 2 أس 2 جدر أس 2 وهو أس 2 حين أس 2 من أس 2؟ إذن سنقول بأن جادر صفر هو صفر ما هو جادر واحد جادر واحد هو عدد مجاب مربعه يسوي واحد إذن يسوي واحد هنا جادر ستة وثلاثين إذن نقول جادر ستة وثلاثين هو عدد مجاب مربعه ستة وثلاثين إذن ما هو هذا العدد هو ستة جادر تسعة جادر تسعة ما هو جادر تسعة هو عدد مجاب مربعه تسعة هذا العدد هو ثلاثة نفهم لاحظوا معي هنا جادر تمانية آلاف ومئة إذن هنا سأقول ما هو العدد المجاب الذي مربعه تمانو آلاف ومئة نقول هذا العدد هو تسعون إذن لاحظوا معي تسعون�س اثنان تعطينا تبانو آلاف ومئة تساوي تسعون هنا لاحظوا معي لاحظوا جيدا عندي ما هو العدد الذي مربعه عشر أس أربع يعني سنرفعه عشر أس أربع ما هو عدد لاحظوا معي كتلاحظوا بأن عشر أس أربع ما هي إلا عشر أس اثنان اس اثنان هذه قوة قوة إذن هنا نستحضر هاد القاعدة نعلم بأن جادر اس اثنان إذن هذا اس اثنان بحيث كي يحزرنا هاد الجادر يعني يحدف الجادر إذن اس اثنان مع هاد الجادر نحصل على عشرة اس اثنان صحيح هنا الف وستمائة ما هو العدد الذي مربعه الف وستمائة نبحث عن جادر الف وستمائة هاد العدد هو العدد الذي مربعه الف وستمائة هو أربعون لماذا لأن اربعون ستنان هو ألبائه جادر أربعمائة ما هو العدد الذي مربعه أربعمائة هو عشرون اذا اكتب لساوية عشرون اذا هناك اعداد اخرى اللي كنا استععب اكتر هناك جادر صفر فسلت again ما هو العدد؟ ما هو العدد الذي مربعه 0.40 هو 0.50& . ما هو العدد الذي مربعه 0.0025؟ دائماً، نقول بحقاً جادر 0.25 هو العدد الذي مربعه 0.25 هو 0.50 ما هو العدد الذي مربعه 0.004 يعني جادر هذا العدد هو 0.2. جادر 0.01 هو العدد الذي مربعه 0.01. وهو العدد 0.1. هنا لاحظوا عندنا جادر 3.27. اصلا ما هو جادر 3.90 هو عدده المربعه هو 3.70. اذا عندي جادر 3.27 سيعطينا من طبيعة الحال 3.27 القاعدة هي جادر ا 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 هنا جذر اثنان اثنان هو اثنان الان سنمر الى خاصيات الجذور المربع اذا الخاصية الاولى هي خاصية او لا الجذر المربع والجذاء الجذاء يعني الجذاء هو بالحقيقة الجذاء هو نتيجة الضرب لينتج عن عملية الضرب لاحظوا ما هي القاعدة هذه وهو ان جذر مربع ا في بي يعني يمكن ان نفصل بين هنا اذا لان جذر ا في بي ممكن نكتب باختصار ممكن ان نفكك نكتب جذر ا مضربة في جذر بي جذر ا في بي يمكن ان نكتب جذر ا في جذر بي لكن لكن هنا جذر ا زائد بي لا تساوي جذر ا زائد جذر بي ربطوا البال هذا خطأ شائع عند التلمد تيكتبوا جذر و تيقسموها ما يمكنش نقسموهم جذر ا زائد بي لا يساوي جذر ا صافيه؟ لان في بعض الاحيان تقولوا التلمد مثلا احسب جذر 25 او لا جذر 6 لاحظوا بجيان جذر 16 زائد جذر 9 كنطلبوه مثلا بي يحسبوه لنا بحاله كيكتبوا جذر 16 زائد 9 بمعنى تجمعوهم في نفس الجذر يعني تبقوا القاعدة دي الجذر اشنا هي النتيجة؟ ما هي جذر 16؟ جذر 16 هي ماذا؟ هي 4 ما هي جذر 9؟ هي 3 لاحظونا ما هي 16 زائد 9 هي 25 اذا جذر 25 ولاحظوا معي 4 زائد 3 سبعة هل جذر 25 تساوي سبعة؟ اذا لا اذا هذه ليست بقاعدة هذه عفكم ليست بقاعدة يعني معنى تساوي تخالف هذا مثال مضاد اذا لهذه القاعدة نتابعوا عفكم في تطبيق القواعد كذلك الطرح اذا اذا عندنا جذر A ناقش جذر B فلا يمكن ان اكتب جذر A ناقش B الجذع؟ نعم هناك قاعدة الجذع جذر A في B كتساوي جذر A مضربة في جذر B ها في؟ هنا الآن بالنسبة للقاعدة التي في الأسفل هذه ما هي إلا نتيجة فهي نتيجة لماذا؟ لأن هنا لدينا جذر A أس 2 في B ماذا نفعل؟ كنفكونا هنكتب جذر A أس 2 في جذر B وجذر A أس 2 ما هي إلا A إلا A جذر B ها في؟ إلا هذه فقط نتيجة لهذه القاعدة إلا عافكم نتابهوا القواعد ويعني باش نضبطوه فين كان نستعملوا القواعد ديونه أمتلا لاحظوا معي جذر 3 في جذر 7 يمكن أن نبسط هذه الكتابة باستعمال هذه القاعدة إلا جذر A في جذر B ممكن أن أكتب جذر 3 في 7 وكان جذر 3 في 7 هي جذر 21 وبنسبة جذر 21 كتبقى هاك قيمة مقربة نكتبه جذر 21 أتعطينا مثلا 4 فاصيل لا شيء حاجة ولكن احنا اللي كيهمناه هما القواعد قواعد قواعد الجذور إذا جذر 80 لاحظوا معي هذا جذر 80 يمكن أن نكتبها بصيغة أخرى تعلمون بأنه 80 يمكن أن نفكك 80 على الشكل التالي ممكن نقول 20 في 4 ممكن ندير A هناك إجهة كتابات لاحظوا معي ممكن نكتب مثلا 16 ممكن تحققه من هذا الشيء إذا 16 في 5 هي كام؟ 16 في 5 هي 80 إذا استعملنا هذه القاعدة ماذا أقول؟ أقول بأنها جذر 16 جذر 5 تساوي إذا جذر 16 هي ماذا هي 4؟ إذا ممكن أن أقول بأنها هي 4 جذر 5 إذا جذر 80 يمكن كذلك أن نكتبها على شكل 4 جذر 5 هنا لاحظوا معي بالنسبةل جذر 4 فهو معلوم يعني 2 إذا ممكن أن أكتب مثلا جذر 2 في جذر 3 جذر 2 في جذر 3 إذا يمكن مثلا أن نغير يعني ترتيب العواميل جذر 2 في جذر 3 ممكن تعطيني جذر 6 إذا ممكن ندير جذر 4 جذر 4 هي 2 في ماذا؟ إذا 2 هي جذر 4 وجذر 2 في جذر 3 هي ماذا؟ هذي كتبنا 2 في 3 تساوي 2 جذر 6 ثم نمر إلى الخاصية الموالية هذه خاصية الجذر الخاصية الموالية هي خاصية الجذر المربع والخارج هنا قاعدة أخرى هي أنه عند الخارج لاحظوا جذر جذر A على B يمكن أن أكتب جذر A مقسومة على جذر B ها؟ هذا بالنسبة للخارج إذا لاحظوا هناك قاعدة الجذاء وهناك قاعدة الخارج لاحظوا هذا المثال لاحظوا معي ممكن أن أكتب جذر 12 على 3 باستعمال هذه القاعدة جذر A على جذر B إذا يمكن أن أكتب جذر أعلى B إذا ها هي جذر 12 على 3 و 12 على 3 هي 4 إذا جذر 4 و جذر 4 تساوي كام؟ تساوي 2 تساوي 2 إذا لاحظوا معي جذر 25 على 9 جذر 25 ممكن ممكن أن نكتب جذر 25 على جذر 9 ممكن أن نحسبها مباشرة ولكن جذر 25 كام؟ ما هو العدد الذي مربعه هو 5 إذا جذر 9 ما هو العدد الذي مربعه هو 3 إذا 15 و ممكن أن نكتبها النتيجة مباشرة إذا عربناها نقوله 5 إلى 3 لأن كل إنسجدانت يعطينا 25 هنا كدلك لاحظوا معي جذر 32 على جذر ممكن أن نكتب جذر 32 أستسمح 32 على جذر على 2 إذا 32 على 2 هي 16 جذر 16 و جذر 16 ما هي إلى 4 إذا هكا نستعملوا هذا القواعد الآن نمر إلى قاعدة مهمة هي حدف الجذر مربع من المقام إذا من بين الأسئلة المطروحة في نسبة الأعداد التي تحتوي على جذر المربع نقول مثلا نحتف الجذر هنا كي لا يكون لدي هنا جذر مربع كيف يمكن أن نكتب هذا العدد دون جذر مربع وكذلك هذا دون جذر مربع من المقام في الكتابة نريد أن نكتب هذا العدد كتابة أخرى بحيث لا تحتوي على جذر مربع في المقام نعم إذا كانت تمنى أنكم تجاوبوا على هذا السؤال قبل المواصلة إذا أنا الآن سأجيب لاحظوا معي نحن ماذا نعلم نعلم بأن جذر الخمسة ما هو جذر الخمسة هو العدد الذي مربعه يساوي خمسة هذه قاعدة طبيعا العدد التعريف جذر مربع إذا ماذا سنفعل كي نتخلص من هذا الجذر نضرب المقام في جذر الخمسة ثم كذلك نضربه في البص لأن إذا ضربنا البص والمقام في نفس العدد فإن النتجة لا تغير يعني أن يبقى أن تساوي إذا نحصل على متساوية أخرى لاحظوا معي إثنان الآن نضربه هنا في جذر الخمسة إذا إثنان في جذر الخمسة والمقام في جذر الخمسة يعني جذر الخمسة والسي إثنان إذا نحصل على إثنان جذر الخمسة على استسمح على خمسة إذا تخلصنا نقول بأن تخلصنا من الجذر المقام من الجذر المربع من المقام هنا لاحظوا معي كيف يمكن أن نتخلص من هذا الجذر نفس الشيء إذا نضرب في جذر هذا إثنان زائد جذر سبعة في في جذر أحداش هنا ثلاثة في جذر أحداش والسي إثنان نحصل على ماذا؟ ممكن أن هنا أن ننشر جذر أحداش في إثنان هي إثنان جذر أحداش جذر سبعة في جذر أحداش جذر أحداش هي جذر أحداش هي جذر سبعة وسبعون قواعد على ماذا؟ ثلاثة في حداش إذا هذه تكون حداش جذر حداش وستين هي حداش حداش ثلاثة هي ثلاثة وثلاثين لقد تخلصنا من الجذر المربع من المقام نمر إلى الآن القائدة إذا لاحظوا معي القائدة إذا إذا كان لحظوا معنا عندنا مثلا جذر واحد على بي تعلمون بأن جذر واحد كيف يسوي جذر واحد على جذر بي ولكن جذر واحد هو واحد إذا ممكن أن نكتب واحد على جذر بي إذا كيف نتخلص من هذا المقام؟ لاحظوا هنا نضرب هنا إذا هذه الكتابة كيف نحصل عليها؟ نضرب البص والمقام في جذر بي إذا ضربنا هنا في جذر بي ما بيننا جذر بي وسيتنان و وحد في جذر بي أقصل جذر بي إذا هذه الكتابة تمت التسوين هذه كنت تسوي هذا كتسوي هذه ثمين؟ إذا غير هذه هذه messages هدerne هدي كتابة لا تحتوي على الجذر في المقام إذا هنا أ على جذر بي إذا لاحظوا كيف كيف نمرنا من هاد الكتابة الأ على الجذر بي إلى هاد الكتابة إذا لاحظوا معي جذر بي أصبحت بي كيف ضربنا هنا؟ يعني ضربنا البص والمقام في نفس العدد اللي هو جدر بي. اذا هنا ضربنا في جدر بي وهنا في جدر بي. اعطينا جدر بي وسيتان هو بي. واجدر بي هتبقى اجدر بي. اذا تخلصنا من الجدر من المقام. الان اه بالمثال الثاني. انظروا هنا. احذب الجدر مربع من المقام. اذا حولوا في هذا المثال. هذا مثال اخر. نريد ان نتخلص من هذين الجدرين. اذا ما يبقاش عندي كتابة. تكون عندي كتابة بدون جدر. ولكن في المقام. المقام لا لا يحتوي على جدر مربع. اذا لاحظوا معي ماذا سافعل. اذا هنا لاحظوا. اذا ضربنا لاحظوا. اذا ضربنا جدر اثنان زائد جدر خمسة. في جدر اثنان ناقش جدر خمسة. يعني اذا ضربنا اه المقام في جدر اثنان. لاحظوا معي. باستعمال متطابقة همه سيحصل سنحصل على جدر اثنان والسي اثنان. ناقش جدر خمسة والسي اثنان. يساوي اثنان ناقش خمسة. يساوي ناقش لتا. اذا نكون قد اه. يعني تخلصنا من الجدر من المقام. اذا ولكن اذا ضربنا جدر اثنان زائد جدر خمسة في جدر اثنان ناقش جدر خمسة. يجب ان نضرب كذلك البص في نفس العدد. اذا هذه هي الفكرة بالنسبة للسؤال الاول. اذا نلاحظوا. سنضرب البص والمقام في جدر اثنان ناقش جدر خمسة. هنا نفس الشيء. اذا ضربنا في الجدر اثنان ناقش جدر خمسة كذلك في جدر اثنان زائد جدر خمسة. هنا سنحصل على ماذا جدر اثنان وسي اثنان ناقش جدر خمسة وسي اثنان. اذا هنا ارى اضربت فضربنا البص المقام في جدر اثنان ناقش جدر خمسة. اذا هنا سنحصل على تلاتة جدر اثنان ناقش تلاتة جدر خمسة على ماذا اثنان ناقش خمسة. يساوي ماذا كذلك؟ يساوي تلاتة جدر اثنان ناقش ثلاثة جدر خمسة على ناقش ثلاثة. وممكن هاد ناقش نحولها الفوق ولكن اه يجبو نحتيات. اذا لادرنا ناقش. اذا الفوق هاد ناقش. اذا اه سنحصل على ماذا. اذا سنحصل على تلاتة وهنا. اذا كما لو اننا ضربنا في ناقش واحد هنا. اذا بحالة غنضربه هنا في ناقش واحد. غاد سولي ثلاثة هنا في ناقش واحد. غادي يتقلبوا هذا وغا يولي لنا ثلاثة جدر خمسة ناقش ثلاثة جدر اثنان. اذا هكذا نكون قد يعني تخلصنا من الجدر من المقام. اذا لاحظوا معي هنا نفس الفكرة. اذا في ماذا سنضرب البص او لا المقام اولا. ونفس العدد الذي ضربنا فيه المقام سنضرب البص كذلك. اذا هنا نضربه في اربعة زائد جدر ستة. اذا هنا اذا ضربنا اربعة ناقش جدر ستة في اربعة زائد جدر ستة. اذا المتطابقها ستعطينا اربعة والستنان ناقش جدر ستة والستنان. اذا ضربنا هنا هذا العدد في أربعة زائد جذر ستة وهنا كذلك نضربه في نفس العدد وهو أربعة أعتدر أربعة زائد جذر ستة إذن نحصل على ماذا إذن يساوي لاحظوا إذن هنا في المقام سنحصل على ستة عشر ناقص ستة هنا أربعة جذر ثلاثة زائد جذر ثلاثة في جذر ستة يمكن أن أكتب جذر تمانية عشر هنا لاحظوا معي يساوي ستاش ناقص ستة هو ماذا هي عشرة إذن لقد تخلصنا من الجذر من المقام جذر تمنتاش إذن لاحظوا إذن كان لدي هنا جذر في المقام وهنا كذلك وتخلص إذن كتلاحظوا ماذا فعلنا في كلا الحالتين هنا ضربنا إذن في الحالة الأولى ضربنا البص المقام في جذر إثنان ناقص جذر خمسة وهنا ضربنا المقام في أربعة زائد جذر ستة إذن بالنسبة للخلصة هي كالتالي لاحظوا معي لكي نتخلص لإزالة الجذر المربع من مقام الكتابة نضرب البص والمقام في مرافق المقام إذن هذا كمثال مثلا مثلا عندي واحد على جذر آ ناقش جذر ب فمرافق هذا العدد لاحظوا معي مرافق العدد جذر آ ناقش جذر ب هو جذر آ زائد جذر ب إذن إذا كان لدي جذر آ ناقش جذر ب فمرافقه هو جذر آ زائد جذر ب وإذا كان لدي جذر آ زائد جذر ب فمرافقه مرافق ماشي مقابيل إذن نرتل بات إذا كان لديه هنا إذا نلاحظوا معا ماذا فعلنا ضربنا جدر أ نقش جدر ب هنا في مرافقه جدر أ زي جدر ب وحصلنا على أناقش ب وفي المقام في البص حصلنا على جدر أ زي جدر ب إذن هذه الفكرة نضرب البص والمقام في مرافق المقام إذن هذا كل ما في الأمر نمر الآن إلى الفقرة الأخيرة هي حل المعادلة من نوع X62 يساوي A إذن السؤال هو كالتالي لدينا A إذن لدينا A لدينا A عجد حقيقي إذن نريد حل إذن حل المعادلة X62 يساوي A إذن هذا هو السؤال نريد حل هذه المعادلة إذن كتلاحظوا أولا أن لحل هذه المعادلة أولا هناك شرط لازم أن يتحقق وهو أن A العدد A يجب أن يكون موجبا لماذا؟ لأن مربع عدد دائما يكون موجب إذن لاحظوا إذن هناك الشرط الأول هو أن يكون موجب إذن نقول إذا كان مثلا A نفترض أن A مثلا موجب إذن موجب قطعا إذن موجب إذن واحد إذن ثلاثة خمسة إلى أخيره واحد فاصيلة سبعة إلى أخيره واحد كبر من السفرة إذن فهنا نريد حل هذه المعادلة إذن في الحل الأولى إذا كان A كبر من السفرة نفهم؟ ماذا سنقول؟ لاحظوا معي X62 X62 يساوي A إذن X62 يساوي A كيف ستصبح المعادلة؟ لدينا قد نكتبه لدينا X62 يعني إذن في هذه الحالة يعني أن X62 ناقص A يساوي 0 إذن لاحظوا إذن الفكرة هو أننا لاحظوا معها إذن A ممكن نكتبها جادر A62 لأن A عدد موجب لنكتب X62 ناقص جادر A X62 يساوي 0 هنا سأقوم بالتعميل لاحظوا معي ناقص جادر A في X زائد جادر A وإذا رأيتموه السنة الماضية إذن جداء عاملين يساوي 0 ما يعني؟ يعني أن X ناقص جادر A يساوي 0 أو X زائد جادر A يساوي 0 أي أن X يساوي جادر A أو X يساوي ناقص جادر A إذن كنتلاحظوا هنا في هذه الحالة إذا كان أموجة بقطعا فهناك أنا كنت أدرو يعني نتحدث بصفة عامة فهناك حلين هما ماذا؟ هما X يساوي جادر A يعني جادر A وناقص جادر A هناك حلين لهذه المعادلة نا؟ إذن هذا بنسبة للحال الأولى الآن لاحظوا معي مثلا إذا كان A يساوي 0 إذا كان A يساوي 0 إذا كان A يساوي 0 نحن قدرنا A مجاب أكذلك مجاب ولكن في نسبة لأ عدد منعدي بدون كل حالة الثانية قد نقوله إذا كان X يساوي 0 ما هو العدد الذي مربع هو يساوي 0؟ إذن لأنه 0 عدد معلوم ما هو العدد يعني أن X يساوي 0 إذن إذا كان A يساوي 0 فمربع العدد يساوي 0 يعني أن العدد هو العدد 0 إذن عندها حل واحد إذن في الحالة الأولى إذا كان A مجاب قطعا فهناك حلين جذر A ونقي جذر A وإذا كان A يساوي 0 فهناك حل وحيد إذن حل وحيد هو X يساوي 0 إذن هناك حل هو 0 بالنسبة لأ لاحظوا معي حالة الثالثة إذا كان مثلا A صغر من الصفر إذا كان A سالي بقطعا فالمعادلة X 62 يساوي A لاحظوا معي فهذا لا يمكن أو هذه الحالة غير ممكنة لأن X 62 يساوي A نقول بأنه المعادلة ليس لها حل يعني لا يوجد عدد مربعه يساوي A بحيث A عدد ساليب مربع عدد دائما يكون مجابا المعادلة ليس لها حل إذن هناك ثلاث حالات فيمكن أن نلخصها أن نلخصها كما يلي إذن هذه الحالات إذن إذا كانت لدينا معادلة على شكل X 62 يساوي A إذا كان لدينا A مجاب قطعا فإن المعادلة ها حلين ما هم هذين الحلين إذن مباشرة كنت أكتبوه الحلين وما جدر A وناقش جدر A إذا كان A يساوي 0 لاحظوا فإن المعادلة X 62 يساوي A إذا كان A يساوي 0 إذا مثلا X 62 يساوي 0 فلا حل وحيد هو 0 يعني X غير ساوي 0 فهذه الحالة أما إذا كان A ساليب لاحظوا A ساليب فإن المعادلة X 62 ليس لا حلا لأن مربع عدد لا يمكن أن يكون ساليبا إذن الآن أدعوكم إلى الإجابة عن هذه الأسئلة لاحظوا هذه المعادلات إذن نحل كل معادلة على حدة إذن مثلا المعادلة الأولى لاحظوا معي X 62 يساوي 0 إذن هذه إحنا في الحالة Dials A يساوي 0 إذن في الحالة الثانية X 62 يساوي 0 فهذي يعني أن X يساوي 0 إذن لها حل وحيد هو 0 إذن حل المعادلة للمعادلة حل وحيد هو 0 لاحظوا معي هنا نريد حل هذه المعادلة إذن قطل هذه المعادلة ممكن نكتبها بشكل اخر يعني اكس ستتنان يساوي ناقص حداش اذا نقوم بيعني اه تحويل اه حداش الحد حداش الى اليمين اه حد معلوم الى جيال يومنا نحصل على ناقص حداش اذا حصلنا على عدد ساليب اكس ستتنان يساوي ساليب ونحلم انه اذا كان اكس ستنان يساوي ا عدد ساليب فليس له اذا هنا اه فالحل اذا حل المعادلة هو صفر حل واحد وهنا في الحالة الثانية ليس لها حل لان اكس ستنان يساوي عدد ساليب لا يمكن لاحظوا معي هنا اكس ستنان اه تساوي تسعة اذا معادلة اكس ستنان ناقص عدد سالي سافر يعني انا اكس ستنان يساوي تسعة اذا هنا اكس ستنان يساوي تسعة نحن في هذه الحالة يعني ان اه موجب اذا اكس ستنان يساوي تسعة اذا فهناك حلين هما ماذا x يساوي جادر 9 أو x يساوي ناقص جادر 9 ونعلم بأن جادر 9 هو ماذا هو 3 يعني x يساوي 3 أو x يساوي ناقص 3 ويعني أن المعادلة لها حلين هما 3 وناقص 3 إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا الجزء الأول من هذا الدرس فانتظرونا في الجزء الموالي إذن بالنسبة للجزء الثاني من هذا الدرس وهو درس الجذور المربع سنقوم بحل تمارين الصفحة 38 من كتاب المحيط في الرياضيات إذن إلى ذلكم الحين أدعوكم مجددا للاشتراك في القناة ثم تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله